السلام عليكم اعلم توكيو النهاردة امر ان هتحط ايديها الاثنين على حاجة عليها عن الارض بالامر زي التوبة اللي قدامكم والامر ده لي استخدامات عديدة من ضمنها عندهم لما الكلب بيتعلمه بيساعدك تدربه ان يركز معاك وهو في اماكن فيها مشتاتات عالية وطبعا هستخدم معاها التعزيز الايجابي لتعلم الامر ده والتعزيز الايجابي بكل بساطة هو انك انت بتزود السلوك المرغوب عن طريق انك بتحط حافز ايجابي بعد حدوث السلوك ده وطبعا خلال ما هي بتتعلم الامر هحاول ان الكلامي والتصحيح لها يبقى اقل ما يمكن عشان هي تعرف تركز في المطلوب منها والمقصود بالتصحيحان ان هي كل ما تغلط اقعد قاطعها ولغبطها وحاولها صلح لها ولكن طبعا في مقابل ان انا مش هركز مع الغلطات بتاعتها مش هكافئ غير السلوكيات اللي هتوصلني للي انا عايزه فبالتالي هي مع الوقت هاتنين لتكرار الحاجات اللي بتوقع عليها بفايدة اللي هي المكافئة ومن هنا تتعلم المطلوب منها ايه في البداية كل مرة هتحط ايد حتى لو صدفة على المكان الصح اللي هو لطوبة هكافئة طبعا هي توقع تحاول محاولات عشوائية ولكن في المرة اللي هتعمل حاجة توصل للامر اللي انا عايزه حكافئة والفكرة في الموضوع هنا ان الكلاب بتتعلم عن طريق المحاولة والخطأ وهي انه يعود يحاول ويغلط ويحاول ويغلط لحد ما يوصل لحل الحاجة او يوصل للحاجة اللي هو عايزها طوكيو هنا بتحاول تاخد المكافئة ولكن انا مش بديها ومستنى لحد ما هي تحط ايدها على المكان المطلوب فبالتالي تعرف ان دي الحاجة اللي انا عايزها هنا توكيو حطت ايد واحدة بس على المكان المطلوب ومع كده كفقتها وللعلم ساعات لما الكلب مش بيدينا السلوك كامل ولكن بيدينا حاجة ممكن تقود للسلوك ده فبنكافئة علشان يعرف ان هو ماشي في الطريق الصحيح وهنا السلوك الكامل المطلوب ان ايديها اللي اتنين تبقى على طوبة وتقف وتستمنى بعد ما لقيت توكيو متلقباتها كزا مرة فقمت مساعدها شوية ولما طلعت قمت مكافئةها برضو والمساعدة اللي انا قدمتها لها هنا ان انا عن طريق ايدي اللي فيها المكافئة مشيتها وروع لحد ما رجعت ووقفت على طوبة وكلبة زكية بدأت تكتشف بسرعة انها كل اللي ما بتحط ايدي على المكان المطلوب بتتكافئ. اشتركوا في القناة بعد ما توكيو في توعبة المطلوب هبدأ اعمل معها تكرار علشان تتعلم الحركة والتكرار من اهم الخطوات في العملية التدريبية لان هو اللي بيتمان لك ان الكلب ببقى فاهم ومطقن الامر كويس جدا. اشتركوا في القناة من ضمن القوامر اللي توكيو تعرفها هو امر النباح فهي بتحاول تاخد المكافأة عن طريق انها تنفزه. وبعدها بتحاول تنفز قوامر تانية خاصة اني ساكت ومش بساعدها. علشان نخليها الجرة بتعمل الامر المطلوب من نفسها وده بيخليها تفهم الامر احسن. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على مسترذيئ من قابل حكول ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟! اشتركوا في القناة الامر هبدأ خليها تطول ثواني على المكان اللي مطلوب وبعدها هخليها تنزل لما اقول كلمة اوكي وده بيساعد بعد كده في امر الثبات على الوضعية دي لان الكلب بيتعلم ان هو يستنى كلمة اوكي علشان ينزل بعد ما اتأكدت انها فهمت المطلوب هبدأ ادخل الامر اللفظي وفي الحالة دي خليت الامر كلمة اقفي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة للهييران المطلوب اشتركوا في القناة 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 طافي 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 حسنا حسنا